وهذه السيدة تقول أنا امرأة أرملة وأحيا وحدي في بيتي وأتمتع بجمال عظيم ولا أرغب في الزواج وأعيش على ذكرى زوجي فهل هذا صحيح من وجهة نظر الدين الحنيف الترمل وهو موت الزوج وعدم زواج المرأة بعده فترة شديدة على المرأة وعلى أهلها وعلى أولادها الإسلام لا يفرض عليها بعد موت زوجها إلا الإحداد بالابتعاد عن الزينة وبعدم الزواج فترة محدودة تسمى بالعدة وبعدها يحل لها أن تتزود غير أن بعض الزوجات لا تريد الزواج مطلقا لبعض عوامل منها تربية الأيتام حتى لا يضيعوا ومنها شدة حبها لزوجها الأول فلا ترضى بغيره بديلا ومنها وجود عهد بينه وبينها ألا تتزوج بعده والصورة التي في السؤال يبدو أنها ليست فيها أيتام ولا عهد بعدم الزواج بل فيها حبها لزوجها الذي تؤثر أن تعيش على ذكرى وقد جاء في حكم هذه الحالة حديث صحيح رواه الطبراني أن أم الدرداء لم تتزود بعد وفاة زوجها حين خطبها معاوية ابن أبي سفيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها فيحق للسائلة ألا تتزوج حتى تكون زوجة في الجنة لزوجها الذي تحبه لكن امتناعها عن الزواج قد يستثاغ إذا كانت كبيرة في السن آمنة على نفسها من الفتنة فلو كانت شابة فخير لها أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب وهي لابد خامدة بطول الزمن وبخاصة إذا خافت الفتنة على نفسها إن الإسلام يساير الطبيعة البشرية في إباحة زواج الأرملة ويوافق المعقول في تحقيق المصطحة العامة ومهما يكون من شيء فللظروف حكمها وتمسك المرأة بدينها أو تهاونها فيه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار والمهم هو أن تحافر على شرفها وأن تقدم المصطحة العامة على المصطحة الخاصة ما دام ذلك لا يتخطى حدود الشرع وكل واحدة من النساء لها في ذلك حكم يغاير حكم الأخرى والله أعلم